ندد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بحادثة تعذيب قوات أمنية لمواطنين اثنين في محافظة الأنبار حتى الموت بسبب تعليقات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب بيان المرصد البيان أوضح أن المرصد الأورو متوسطي حصل على صور لجثتي المواطنين وعليهما آثار تعذيب حادة في مناطق مختلفة من جسدهما خاصة في منطقة الرأس ونقل المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له عن ذوي المغدورين قولهم إن قوات أمنية اعتقلت محمد مصلح الجنابي وجاسم فرحان النمراوي بتهمة انتقاد الحكومة أجهزتها الأمنية وتعرض للتعذيب حتى الموت